بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم. اما بعد. ده الفيديو الاولاني خاص بالواحدة الخمسة. وده اول فيديوهات محتوى شهر اربعة. جدولنا هيكون ايه بالزبط? هكتب لك في الجروب ان شاء الله الجدول زي ما احنا متعاودين نمشي على جدول. ولكن عايزة لفتنتباهك ان احنا بقلنا في الكتاب ده الوحدة الخمسة والستة والسبعة والتمنة والتسعة والعشرة احداشر وتناشر. وبقلنا كمان الراجل عامل الجزئيات كده عن الكتابة. الجزئات الكون دي واخد من صفحة سبعة متين خمسة وتمانين. لحد ٢٧ ٧٧. انا قعدت حصية الموضوع ده كده بحيس ان احنا نعرف عنا لسه قدبنا ايه. وكمان فيه جزئيات تانية آآ تسعة وتلاتين جملة. جمان جزئية تانية تمانية وعشرين جملة وكمان جزئية تانية تمانين جملة. وكمان جزئية الاخيرة اربعتاشر سؤال ترجمة. وفي اتنى واشهر فاصل القصة. الكلام ده كده احنا هنوزعه معانا في المحتوى. ولكن في مشكلة. ان احنا نخلص ده كله كده في شهر فطبعا ده موضوع الصعب شويتين. هنعمل ايه هنحاول ناخد الخمسة والستة والسبعة والتمنى. كم واحدة دول? اربعة. مع المهارات والحاجات دي كلها كده مرة واحدة. طبعا القصة ممكن يتبقى معانا شوية فيها للجزء الاخير ده. ولكن احنا ممكن نقسمها من بحيث ناخد وحدات ومهارات اللي ان احنا كده مركزين عن وحدات وسيبين المهارات وده خطأ. فانا النهار ده هقعد مع نفسي كده وافضل عامل حسابات بحيث ان انا اوزع الدنيا دي مع بعضها. وبكده يبقى احنا هنحاول ننجز الكتاب ان شاء الله بحيث نخلصه مسلا ان شاء الله رب العالمين خلال يوم خمستاشر خمسة تكون حضرتك خلصت الكتاب ده. وممكن نحاول نخلصه قبل كده على قد ما نقدر يعني. تعال نبدأ بس كده النهار ده في الفيديو ده نشوف ايه اللي معنا. الاولاني كده اول حاجة معنا اسئلة الكلمات الخاصة بالواحدة الخمسة. البوليس بعمل ايه في اختفاء اتنين من الاطفال? طبعا معناها يوصل يعني يفتح المفتاح بتاع الكهرباء يعني طف الكهرباء لكن معناها يستقصي او يبحث. على فكرة هنا بتسوي كلمة او السلمنا بتاعها يعني كلمة او الكلمات دي كده بنفس المعنى يبقى التلاتة بمعنى يتحرق يفحص بدقة. رقم اتنين بقول لك كل الكمبيوترات بتاعتنا كل اجهزة الكمبيوتر بتاعتنا بتكون ايه الشبكة الرئيسية. يبقى معنا الجملة على بعضها كده كل اجهزة الكمبيوتر بتكون متصلة بالشبكة الرئيسية. متصلة يبقى دي معناها ينكمش. الماضي من ينكمش دي الماضي منها يعني اللي هو يتشارك او يشارك وكاسم معناها حصة او نصيب معناها ثابت. طيب وطبعا اكيد معناها ما زالة. ولكن المؤتمر ده بيعتبر بمثابة ايه مفيدة? لتبادل افكار وكده تعاني شوف للرفاهية. اللي هو انت عندك حاجة اسمها اللي هو الكائن البشر يعني. اللي هو شبكة اه اللي هو شركة او اه وصارم. دي كصفة معناها صارم وكاسم معناها شركة. فورم منتدى. يبقى المؤتمر ده بيعده بمثابة منتدى مفيدا لتبادل افكار. دي معناها فني. دي معناها بصري. معناها مرئي. يعني شايفينه بعينينا. اتحاده او اجتماعه مع هؤلاء المجرمين كان نقطهم. ممكن بس يعملو ايه? اكيد يدمرو. على فكرة دي ممكن ناخد مكانة هنا وانت عارف ان برضو في روين. وكمان عندك الناس ده كلها كده بمعنى يدمر او يفسد او يطلف. في رقم ستة. بقول لك ممكن نستبعد او نستثني او نستبعد احتمالية الخسارة من الموضوع تعالوا نشوف كده. معناها ممكن او محتمل. طب اللي هي الامكانية او الاحتمالية. يعني ربما يعني غير محتملا. انت بتقول ممكن نستبعد بس احتمالية الخسارة. نخلي الموضوع كله في جدا احتمالية يبقى يبقى كان بي ما اعتقدش ان ولا واحدة بالخطط دي يمكن ان تطبق يبقى. اختها اللي احنا خدناها في الوحدات اللي قبل كده كانت كلمة واختها التانية اللي كانت اسمها هنعملها في المضارع بقى. يبقى انت عندك ينفز التلاتة ينفعه. طبعا دي معناها يعقم يعتمد ويعتمد على. طيب برضو يعتمد زيها زي يعني بنفس المعنى. الموقع ده ممكن يقدم لك اللي احنا بنسميه بالعربي كده دعم فني. يستورد بعدها حرف يصدر بعدها حرف يعني ما احنا عايزين احنا اخترنا اللي هو اسم مفوض اسمه زي ما قلنا دي خدع بصري. دي معناها يفترض. طيب زيها كلمة ايه اللي انت عارفها وعندك في المنهج ويكاد في الوحدة التالتة اللي معناها يفترض. يبقى انت كده بتقول لي الموقع ده بيقدم لك دعم فني. يبقى تكنيكال ودي اهمية انك تقرأ الجمل فهتلاحظ لو انت عندك خطأ هيزهر لك. هذا المفتاح يفتح يفتح بيفتح الشاشة لو تضغط عليه. هنا معناها المفتاح يبقى دي كده نون. لكن لما قولك يعني لا تشغل بقى ايه طرح. وقل لك لما فات منه تلات يام المدرسة جعل ذلك عليه من الصعب ان هو يلحق زمالي يبقى لما فيه وز يا مستر ماشي لما يكون بعدها اسم لو قل لك مسلا ان هو يلحق فصله كنا خدنا وز. واحنا عارفين ان كلمة يسير او يلحق حاجة من دور. رقم واحد انك تقول وطبعا في وز. في من غير وز. طيب. اه وعندك كمان خلينا نكتب اللي فيهم وز كده كوب اه اه لأ سوري ده كوب وز كوب وز اكتبت كده كوب وز كاتش اب وز وكيب وز وعندك كمان اه 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 كيب انا عملنا كيب اب كيب اب وز يبقى انت عندك كده كاتش اب وز كوب وز كيب وز وكيب اب وز الناس ده كلها كده معناها يسير. عندك بتعرف ان انت بتستخدم الفهم اي حاجة يعني من دول لما يكون في اسم بعدهم. ما فيش اسم نشيل دي خلاص من الموضوع نقول كده يعني. طيب احنا في رقم حداشر بقول لك ريالتي اللي هو الواقع. انت اصلا من سعب ما قرأتي كده انت انت خمنت اكيد اسمها الواقع الافتراضي اللي هو موضوع الكاميرات والسماعات والحوارات دي. او العدسات. فانت بتقولي الواقع الافتراضي بيدينا عالم صناعي نستكشفه. بقول لك اني الواقع الافتراضي بيعطينا يعني عالم من اه الارتفيش العالم مصطنع عالم صناعي يعني. طيب دي معناها بصري معناها مرئي ده اللي هو العلاج او العقار اللي هو الدواء يعني. طيب رقم اتناشر. بقول لك اه اه. رقم اتناشر يا شباب. اللي هي المتطلبات. بقول لك المتطلبات لهذا الايه? بها الطلب. درجة الماجستير وخمس سنوات من خبرة عملية. دي اللي هي الوضوح. المؤتمر. دي اللي معناها المنصب او الوظيفة. حرف جر. هنا كده ما ننساش اقول لك. ان كلمة دي معناها موضع ومكانة وكده. برضو بنستخدمها بمعنى وجاي زيها برضو كلمة التلات كلمات دول بنستخدمه وبمعنى وظيفة. ما تنساش كمان ان احنا قلنا قبل كده زيهم كلمة بس احنا هنا في الحتة دي نستخدمها كاسم لا يعد. تمام? يعني احنا بنقول بنقول من غير اي حاجة خالص لانها اسم لا يعد. طيب انت بتقول مطلبات الوظيفة بخمس سنوات خبرة وشهادة ماجستير كسرت مفصلها. من ساعتها وصحتها ايه بتنخفض او بتقل دي معناها يدعم وكلمة يعني يحسن ويتحسن معناها يا معناها يحسن طيب ما تيجي بقى كده. امقول لك على حاجة. احنا اتفقنا قبل كده مرة زمان ان كلمة دي لها معنين. بنستخدمها بمعنى يحسن. وبنستخدمها بمعنى يتحسن. لو استخدمناها بمعنى يحسن فهي هتسوي كلمة انك تخلي شيء افضل. او انك تستخدمها بمعنى اللي برضو معناها يحسن. او اللي برضو معناها يحسن. او كلمة اللي معناها يدعم او يحسن. كل دول نفس المعنى. طب لو معناها تحسن. فهنا هتسوي بقى اللي معناها يتحسن او او ممكن نستخدمها برضو ركز في الحوار ده. طيب المهم انت عندك هنا خلصنا خدنا كده لو ينخفض او يقل. ما ننساش برضو ان احنا اتفقنا ان كلمة دي معناها يقل ومعناها ينخفض او ينحسر. ومعناها كمان انخفاض يعني اسم وصفة. وكمان الكلمة دي بتسوي كلمة اللي معناها يرفض وعندنا كلمة في المقانة هيسمها الناس دي كده معناهم واحد فانعينتك تفهم ان كلمة معناها ينخفض او يقل ومعناها انخفاض حلو. طيب بتسوي كمان بقى لو معناها يرفض لو معناها يرفض ركز في الكلام هتسوي او طيب عندك بقى الجملة اللي بعد كده لأ اتنين من اللي هما بطول الاطفاء رجال الاطفاء يعني عامل ايه في حياتهم عشان ينقذوا الاطفال اكيد يعني خاطرة صوت دي الماضي من كلمة سيك يرغب صوت رغبة يعني امنة يعني انقذة ينقذ لكن يخاطر وانت بتقول اتنين من رجال الاطفاء خاطروا بحياتهم ولأ قدم لنا كده بعض التعريفات او الايه لموضوعك سبجيك ماتر اللي هو الموضوع بتحكي عنه يعني ده توضيح اكيد بتشن قلنا وضعه ومكانة ومكانة اجتماعية ومعناها وظيفة احتمالية اللي هو اعدادي محل اعدادية يعني حتى انت بتقولك كنت في في سنتاني اعدادي اللي هو فرع اعمل ايه في الفرع اللي انت شغال فيها عشان ترتب لنا قبل ما حل عايزك تعرف ان لها معنيين معناها موعد ومعناها تعيين لما اقول لك يعني تعيينها كالمدير لما اقول لك يعني رتب لنا موعد المهم اتصل بالفرع عشان تعمل لنا موعد فاكيد هقول لك يعني اتصل يعني يوصل حاجتين ببعض عندك قطين جنب بعض كده وهم الاتنين صغيرين فتروح فتحهم في بعضهم لو فتحت القطين في بعضهم كده يبقى انت تمام الكبرى ده هيوصل البلاتين ببعض يبقى طيب اللي هو التنقض واحنا قلنا قبل كده موضوع ده عايزك تفهم الكلام ده وتحفظه عشان ده هتحتاجه اللي هو التنقض ممكن نستخدم بدل منه كلمة اللي هو المقارنة يعني ممكن كمان نستخدم كلمة التلات كلمات دول بنستخدمهم في حالة التنقض بمعنى ييجي يقول لك بقى مسلا في سؤال في الامتحان يعني كلمات زي كلمات زي كلمة ويل وكلمة آآ بتعبر عن يا طار هتقول لي ولا يقول لك ما هيطلعب بيك بقى الراجل ولا بيعبره عن ولا يعبره عن اللي هو الاضافة فانت طالب خربوش وفاهم ان الكلمات اللي زي اللي معناها بينما واقل زوء معناها بالرغم من قلتلك اي كلمة معناها بالرغم من او برغم او ولكن او بينما الكلمات دي كده بتفيده التنقض والتنقض حالة من تلاتة يا اما واين كنترا ديكشن كنترا ديكشن الاولى او ما اللي ايه دي الاختصارات زي سي دي ار قصص دي السبب اللي بيفيد الاضافة الحاجة اللي بمعنى هو هاه اللي بيفيد بقول لك ده بيكون ايه? لاي شخص حابب انه يفقد وزنه بسرعة. يبقى اكيد مناسب. تعال نشوف يعني يشارك يعني يعني مناسب معناها اجلسة. لحتى انت لما يكون عندك ضيف فتقول له يعني ترزع يعني قعد بقى ما تطلت شوية في كده زي خبتها يعني يعني اجلس. يعني يجلس ويجلس شخصا. فانت بتقول لي ان ده مناسب لاي شخص. القلب ايه? الى التمارين النشيطة يعني نفها طاقة وكده يعني مظهر يعني يطلبوا طلب يعني يعني يرغب في يعني يستجيب. عايزك تعرف ان اي حاجة فيها معناها في رد ناخد معنا حرف الجر مين دايما مشاعرنا ناحية الناس باخد معها برضو يعني ايه القصة دي? انا بقول لك مسلا انت بتقول لي يا رد على اسمها يعني اجابة او ردا وعندك برضو وعندك الحاجات اللي فيها رد دايما تاخد اضافة لزلك عايزك تعرف ان مشاعرنا مع الناس تاخد فقول لك كن مؤدب المشاعر دايما معها ويبقى اي حاجة من دول فيها مشاعر ناحية الناس معنا طيب ايه انا من تسعتاشر بقى بقول لك وقول لك ان العمل الجماعي بيحتاج ايه المهارات بيحتاج مهارات ايه عشان تخليك افتعامل مع الناس كبشكل محترم. انا يجي هنا لأ تلات كلمات من اهم التلات كلمات في الانجليز على بعضه. والكلمة دي ازن وازعم ومش عارف ليه حاسس وده على سبيل الهبد والتنجيم اللي هو مش وقع خالص. انها تيجي في انتحان السنة. دي انتر بيرسنال. العمل الجماعي بيحتاج انتر بيرسنال اللي ايه مهارات التواصل. اه بتخلي الناس يتعاملوا مع بعضهم بشكل كويس. دي معناها ايه فاندم? معناها دائم او مستمر ودي كلمة مهمة. معناها فوري. انا قلت لك قبل كده ان كلمة انا حاسس كده انهم هيجو سنة في انتحان. انا بقول لك حاسس شعور. يعني ما تقول شيء ده واقع وافتراضه وشكرا يعني. معناها محدود او محدد قليل يعني. ايه اللي مع صفحة اللي بعدها? عشرين بقول لك احقا. يعني طب دي عبارة عن صفة. يعني يؤسس او يبني. خبالك احنا اخدناها بكزا معنا السنة دي الكلمة دي. اولا كلمة معناها يؤسس او يبني. كلمة معناها يؤسس او يبني برضو. عندك كمان اا كده عندنا كلمة تفاونت اللي معناها يؤسس او يبني. وعندك كمان كلمة الكلمة دي كلها بنفس المعنى. يعني ايه الطبية تم عملها عشان يستبدلو. انتبادل الافكار تعال نشوف. دي التوصيل مؤتمر يعني كنز اللي هو مرجع. ايه اللي ايه الطبي تم عمله عشان يستبدلو تبادل الافكار يبقى يعني مؤتمر. فانت بتقول مؤتبرا طبي. دي كلمة قبلناها مرة قبل كده زمان في كتاب المعاصر كان معناها حتمي. الحادثة دي هي عبارة عن ايه حتمي للإهمال تعالى نشوف معناها سبب. الحادثة مش سبب الإهمال ده الإهمال اللي سبب الحادثة. برضو اختها معناها سبب. برنامج لكن معناها نتيجة. فعشان كده كان ممكن نقول ريزلت هنا برضو. اللي معناها نتيجة. وفاين دينكس اللي معناها نتائج عايزك تركز في حاجة. ان لما قول لك ممكن نقول معنا كده ان كلمة كلهم بنفس المعاني. طيب. آآ بس طبعا لو بتكلم في الجملة دي نفسها مش هينفع نستخدم دي معناها نتائج نتائج تجربة وبحث وعلم وكده يعني. لكن في الجملة دي ممكن وممكن ريزلت. اللي امنك دونت دي تيلز اونلاين. عشان تأمن نفسك يا ابني فانت بلاش تعمل ايه في معلماتك الشخصية اونلاين لا تشاركها او تتشاركها هيبقى شير. كده معناها مفتاح يشغل وسويتش اوف يطفي. دي هنرجع ونحكي موضوعها. فاكر انت انا كنت بقول لك قبل كده ان كلمة طول دي معناها يركب او يثبت. بتسوي كلمة وبتسوي كمان كلمة بس المعاني هتختلف. لو انت قلت لي بتسوي يبقى كده معناها يركب جهاز. طب لو انت قلت لي يبقى معناها يثبت برنامج او نسخة على التليفون. حلو? فانت محتاج تشغل الجديد على الكمبيوتر بتاعك يا ابني يبقى او طب انت عايز تكييف تركبه في البيت او او طيب جبنا مروحها يبقى وفيكس. طيب اللي بعد كده لاجتماع الافتراضي وزباوت اجتماع الافتراضي اللي انا حضرته. يحضر اجتماع الافتراضي اسمها جوين. وعلى فكرة عكسها كده. اصلي يحضر اجتماع يبقى جوين ويغادر الاجتماع اسمها ليف. طبعا معناها يصمت وصامت. قبل كده بمعنى يركب ومعناها هيثبت برنامج سويتش. فتحها. بقول لك النجاح ابنها جعلها انها ايجابية كده وحماس وكده في يعني يشعر بحماس. خد بالك ان كلمة دي معناها ايجابي ومعناها برضو متأكد. عشان كده لما قلنا في جملة في الامتحانات اللي كتابل كده. لما كان بقول لك يعني كان متأكد ان عمر قتل. اي فعل من الافعال اللي معناهم يبدو. زي كلمة اللي معناها يبدو. زي كلمة اللي معناها يبدو. زي كلمة اللي معناها يبدو الناس دي كلها. ممكن نجيب بعدها وبعدين صفة. ممكن نجيب بعدها صفة على طول. او ممكن نجيب بعدها آآ والفعل مضاف له اي ان يجي لو حاجة مستمرة قدامك على سبيل المثال. احمد مسك الملعقة وشغال. فاقول لك يبدو ان هو بياكل دلوقتي. طيب ساد يبدو ان هو حزين. او ساد على طول يبدو انه حزين. انتبه للحوارات دي. فانت عندك ابير ما فيش حاجة اسمها بعدها يا اما بي برضو برا اللعبة. عشان احنا عايزين نقول يبقى طيب. اه بقى نسجم وتواصل مع مع معظم الايه في العمل اللي هما اللي هو يعني الرئيس يعني. آآ انت عندك ليه كام رئيس هو واحد اكيد. معناها الاوامر برضو. ده فكر فيها اللي هما زملاء العمل. طيب دي الكلية. كلية الطب كلية الصيدلة وهكذا. اختها بالزبط. معناها كلية. يبقى انت بتنسجم مع زملائك في العمل يبقى. هي وقت من على بالصدفة. خد بالك هنا انا عايز تكتب الكلامات دي هنا عشان دي مهمة. عايزة تعرف ان في حاجة اسمها يعني ايه دي معناها مصادفة. دي ممكن نحط مكانها معناها برضو مصادفة. ممكن نحط مكانها اللي معناها بالصدفة او مصادفة. ممكن كمان الناس دي كلها كده معناهم بالصدفة او مصادفة. عكسهم يعني يعني عمدا او دي اللي معناها عمدا وبرضو زيها كمان الكلام ده احنا قلناه كتير من ايام المعاصر. عشان كده بنصحك لو انت مش مشترك معايا في المعاصر بنصحك تشترك فيه لان احنا عملناه اشتراك زهيد جدا يعني كل الكلام اللي بنحكي ده والله العظيم قلناه بكده. فده كله كده معناها عمدا وده كله كده معناها دون بدون قصد. طيب السؤال كان ايه هنا حضرتك معلش? السؤال كان بقول لك هي هل هي وقعت من على المنحدر بالصدفة واللي حد زقها من وراء يبقى يعني مصادفة او مصادفة. خد بالك انت ممكن بدل من ضمن الكلام اللي عليك تعرفوا ان دي ممكن نحط مكانها تمام? اه ارجع بقى كده لجملتك تاني قولي كل شخص كل شخص في مثل هذا الموقف الايه بيتمنى الامل يعني وكده بتاع نشوف اللي هو الضاغط دي اللي هو الابعاد دي نقد معناها منصوح به في كل اكيد انت بتقول موقف الضاغط كل واحد بيكون في موقف ضاغط كده بيكون عنده امل لازم يكون عنده امل في ان شاء الله هتعدي يعني. اضغط على هذا الايه عشان تحمل احدث نسخة اكيد على هذا الرابط اللي هو اسمه تانك ده اللي هو التانك اللي هو جزع الشجرة يعني ينكمش والكلمة دي كل شوية تيجي ومن اكتر الكلمات تكرارا. اعمل ايه في احدث التحديثات بتاعت دمر دمج اختها دمر يعني ينضم الى يبقى ينستغول اللي ينفع استخدمه هنا يا مستر لو جاب لي في الاختيارات هنا هناخدها ولو جاب لي في الاختيارات هناخدهم لأ هقول لك انا يعني الحاجة انت قلت لي بمعنى يركب جهاز يركب برنامج حلو ازا ده هتساوي مين لكن ما تسويش طيب جملة معلش كده لو قال لك نقط نقط اه فان اه مسلا اه في هذه الغرفة والاختيارات قال لك وقال لك وقال لك هتاخد مين والله هناخد لانستول لان معناها يركب جهاز ويركب برنامج واناخد عشان دي معناها يركب لكن دي معناها يسطب مش انت بتسمع ولك انا بسطب نسخة على وينوز وكده دي معناها يحمل البرنامج يعني من الاخر دي حاجة خاصة بالبرامج طيب ادخل بعد كده على رقم واحدة تلاتين الحكومة بتدعم او الدعم الحكومي او 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 سكسيد لو ان المشروع سينجح يعني فالدعم الحكومي سوف يكون يعني شو كده معناها تافه لقيمة له يعني ليس له ضروري غير ضروري يعني اساسي استوائي فالدعم الحكومي هيكون ضروري لو المشروع ده يجب ان ينجح اه من فضلك ابقوا هادئا ودعني ايه على شغل اكيد اركز وعلى فكرة كان ممكن نقول معناها التواصل يعني يقدر يعني يقدر تبع هما الاتنين يقدر اهو ايه الفرق بينهم قبل كده حكينا الحوار ده قبل كده برضو قلنا دي معناها يقدر عددا عدديا يعني يقدر عاديا لما تقول لك مسلا عمر عمر يعني عمر قدر لايه الخسائر كده قدرها عادين او كميا طيب اقوم لقي كلمة دي معناها يقدر اللي معناها يشكر على سبيل المسال اي 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 انا بقى يقدر جهودك والله يا فندم طب الحاجة التالتة بقى عندك كان فيه هنا في الجملة دي كلمة كمانا عايز اقول لك عليها اه اه كان كلمة كمينيكيت ركز كده في الحتة اقول لك اللي عشان كلمة دي المهمين كلمة كم يونيكيت كده رقم واحد معناها يتواصل مع شخص وش عمر بيكاز هي اذا تشيت ما اتواصلش مع عمر اصل لقد اغشاش رقم اتنين معناها يوصل او ينقل فكرة او مرض بمعنى بالرغم بالرغم ان النظر مجاهز نفسي بشكل كويس كودينت كوميونيكيت كوم يونيكيت لم استطع ان اوصل لم استطع ان اوصل افكاري حلو اقول لك الطيور كوم يونيكيت الطيور بتوصل آآ فيروسيز الطيور بتوصل الفيروس ارجع تاني كده الجميل ده كبايا باشا وكمل معايا طيب مش عارف انا ركمي هادي النهاردة كده ايه محسود ولا اجد عينا. المهم. طيب تراتين. يعني صوت الانسان. طب لو انت قلت لي يعني صوت الالة او صوت الجهاز. بقول لك ان حتى اطفال ممكن يتعرفوا على صوت الام او على الام من صوتها. تعال نشوف دي معناها يعقم. يعقم ايديها عشان العملية يعني ينظم معناها يتعرف على يعني ينقي كده 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 في الوحدة الاولى. بقول لك ان انت ممكن تلتحق بالنادي من غير ما ايه ممكن تمارس رياضة يعني او ممكن تستمتع بالرياضة دون ان ايه للنادي اكيد دون ان تنضم للنادي. دي التحية اللي هي الطيارة نفاثة اللي هو الطياران يعني ممكن يعني يعني يكسب. فعندك كنا كلمة اطلب يعني ينضم النادي. خد بالك ان انت ممكن تقول وممكن تقول وفيه فرق بين الاتنين. اه اركز كده انت عندك كده لوحدها بتسوي كلمة زائد حرف جر. حرف جر. لما قول لك مسلا انضمت للكورس. طيب معذرة. ده مش ما شوف. تيه حاجة غلط النهاردة في اليوم ده. الضوضاء الشديدة ممكن نتم تقليلها بوسطة ايه? عن طريق ان احنا نعمل ايه? في المنبهات والتليفونات اللي هو يخدع. واخد بالك فيه كلمتين خدناهم قبل كده. خدنا في الوحدة الاتناشر مصطلحين شكل بعض في الحوار ده. الاولاني كان 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 لو انت فاكرها والتاني كان ميك بس مش ميك لأ ميك اتراب ميك اتراب وميك خد بالك منهم عشان مختلفين عن بعض في الحوار ده. المهم يعني يصمت وشير يعني يتشارك يعني يثبت. فانت طبعا بتقول لي ممكن نقلل الضوضاء عن طريقة ان احنا نسكت التليفونات شوية. وزني لما ببطلك السكر الوزن بيقل. تعالوا نشوف كده يعني يقل يعني يزداد يعني يستنبط او يستنتج ومن عندك قاعدة اسمها دي اللي قاعدة الاستنباط اللي هي ما استهاف وكانتهاف اللي هو اكيد فعل واكيد ما فعلت. شو بروف يعني يثبت. افكاره نوعات. عمت افكار الودة مش مناسبة لنا خالص معنا كده افكاره يعني قديمة الموضة. معناها مناسبة. هنا بقى افكاره يعني غير مناسبة. دي معناها رواية ومعناها جديد زي ما عندك في الفرنساوي صديق الجديد. اللي هي القدمة او الاصولية يعني. واحدة من اكتر واحدة من اكتر الطرق المثمرة في المذاكرة انك ترسم قراءة زهنية. التقنيات يعني يعني يصدر وصادرات يعني رابط ويربط الحركة. بعد كده لقم تسعة تراتين. بقول لك ان البوليس مهتم جدا بال ايه او قلق على ايه. تعي نشوف معناها لقاء صحفي. طب يعني رفاهية. طب يعني اصدار. اه ومعناها مشهور. تعي نشوف كده. اربعة اختارات دول الطبيعي انك هتقول لي ان البوليس قلق على الرفاهية بتاعت الطفل. كلمة هنا مع انها ممكن اترجمها بمعنى مصلحة الطفل ده يعني او رفاهيته او امنه يعني. طيب ايه اللي بعد كده? المحفلة ايه? بالكورس الحفلة الغنائي يعني او الانشودة اللي قد كانت نهاية جيدة. مدام نهاية يبقى اختتمت اختتمت اللي هي خد بالك كلمة دي معناها برضو يستنتج او يستنبط. عندنا مصطلحات ده راسناها في المنهج كان بيقول لك كونك لوجن زات. اللي معناها يستنبط او بتسوي كلمة اللي معناها يستنبط. الاتنين دول فعل بمعنى يستنبط. طيب عندك بقى الكونك لوجن نفسها دي معناها الخاتمة. اللي يكون في اخر الكلام. طيب الراجل هنا بيقول لك بقى ان هي اا انتهت بكزا. طيب طب لو ما هو مديني ديه لليه? عشان انا عارف اكيد ان انا عارف ان كلمة كونكروز لستنبطة والديوص استنبطة فهم الاتنين بقى وريبين من بعض في الحتة دي يعني يبدأ اللي هو الفابريك يعني. طيب اي بوت انا اشتريت حزاء بص ده من التكة اللي دي ليه عام مش هو دايما بيعامل جمع ما الحاجات اللي منفردتين اتنين او من جزئين وما ينفعش نستخدم واحد دون التاني بيعاملهم جمع زي اللي هو يعني زي النظارة كده ولك انا اشتريت اه حزاء جديد الحزاء ده كان ايه جدا لواحد كان عندي قبل كده اكيد يعني كان مشابها لي بقولك ان السرقة دي تم تسجيلها على الكاميرا يبقى يعني يسجل طيب بعد كده تاتة واربعين البوليس القاضي لم يصدق الايه اللي الراجل ده قدمه ان هو سرق الفلوس عشان يتبرع بها لجمعية خيرية يبقى تعاني نشوف اللي هو شرحه او توضيحه او تبرير هنا معناها تبرير فحص او امتحان اللي هو التصدير اللي هو يعرض والتعريض الشيء لشيء يعني يبقى انت كده عندك الاتنمط ده من الدكور يت هنا بقى يا برينس زي ما كنت بقول لك زمان عيام المدارع التام كنت بقول لك ان كلمة يت دي هتلاقينا عامل لك في مذكرة كده وعمل لك جنبها تلات اسهم قلت لك انها بتيجي في اخر السؤال حل وفي اخر النفي وفي نص الجملة وعمل لك جنبها كده بتصوبط انا كتبها بنفس الطريقة دي كده في اخر السؤال عشان تفيد التزمر فاكر انت لما كنا بنقول له واحد هاف يو اه مسلا ايتن معناها ايه هو انت يا ابن لسه ما كلتش اخلص او ان اقول لك اي هافنت ايتن يعني انا لسه ما كلتش انا لم اكل بعد او انك علي علي دوات زكي لكنه سخيف فكلمة هنا بتستخدم بمعنى بط يعني طيب ان شاء الله رب العلمين بعد ما نخلص كده الوحدة العشرة مسلا هنعمل آآ سلسلة كده نبدأها نبدأ نعصر القواعد من الاول كشرح في تدات اربع فيديوهات نلمل معنى كله بس لما نكون احنا اتعرضنا الافكار بحيث نعرف ايه اللي احنا يسينه وايه اللي احنا فاكرينه بقول لك ان النمط ده من من يعني هو بسيط ولكنه يعني مؤدل التطهور يعني دي معناها سيدة يعني فعال او مؤثر وانت كده بتقول لي في الجملة ان النمط ده من الدكور هو قديم شويتين بس بصراحة مؤثر او فعال دي اللي هي الفيضان ما لهاش علاقة بالحوار خالص بقول لك احنا عندنا اسبابنا المعينة المحددة بيبقى معناها محدد بالتأكيد اللي هو التأكيد او التحديد معناها بالتحديد فانت بتقول لدينا اسباب ان المحددة الاسباب دي اسم وانت عايز صفة فخط الصفة اللي هي دي ودي اسم ودفنت لي زرف برضو البرنامج الوسائقي ده ايه يعني قدمه لنا يعني عايز اقول لك قدمه لنا بريزنت يعني يقدم ابلا يطبق وانستول يثبت وشير يشارك فالبرنامج الوسائقي قدم لنا اه وجهة نظر او صورة متوازنة عن القضية مجلس الامن الخاص بالعوم المتحدة مت تقابلة في ايه طريقة لمناقشة القضية دي اللي هو شعار اللي هو التوتر اللي هو التوتر والضغط ازا هو تقابل في جلسة عاجلة لمناقشة الازمة جمعها خبالك بالاي ده سكول دي معناها اخلاقي المدرسة فيها طلاب من ايه اخلاقية مختلفة بتاع نشوف اول حاجة كده اللي هي اللي هو الاحتباس الحراري يعني اللي معناها خلفية واكيد هادي الاجابة ما انت بتقول لي ان المدرسة فيها اه فيها طلاب ذوي خلفية اخلاقية مختلفة طب اه عندك الاول عشان دي الاهم يعني اللي هو الفعل في المصدر يعني صيغة الفعل اللي هو يطحن اه اطحن القمح وكده يعني طيب انا صعب ان اسمعك اصلا بليز تيرن دا ساوند ولك يا عم انا اصلا صعب ان اسمعك من فضلك اعمل ايه في الصوت اكيد تيرن دا ساوند تاع نشوف قف طف الصوت خالص يعني يهدق الصوت يبقى دي يطفي الصوت وده يعني يهدق الصوت مفيش تيرن قوي مع الصوت يعني يعلي هقول لك يا ابني انا مش سمعك اعمل ايه في الصوت ده هنا يجي بقى في السؤال المزعي جدا ده المفروض عشان بس احنا عارف ان احنا هنختلف على هذا السؤال المفروض ان اقول لك بما اني قلت لك دا ساوند يعني الصوت بتاع الالة. فعشان كده هقول لك الالة يبقى قف. طف الصوت دا شوي. طيب اما الامت اناخد اب لو هو جابها لك فويس. هتقول ليا مستر ما انا شوفت مستر تاني حليلها معرفش اف وحليلها اب حوارات كتير كده عايزك تفهم معي. بقول لك الراجل اللي مش سامعك كويس. طف الصوت اللي عندك الدوشة اللي عندك دي. هو لو كان عايز اب كان هقول لك تيرن يور فويس اب. علي صوتك. طيب بعد كده خمسين. بقول لك احنا ايه? طبعا التند يعني يحضر. اللي هو الترند يعني. وتند يعني يميل الى. والتاني اللي هو التاني اللي هو صبغة. فالراجل بقول لك هنا احنا بنميل الى ان احنا نكون عندنا طقس معرفش حار وجاف والحورات دي. زي سبيكر جيف ان انترسينج وعندك رورال. رورال دي اللي هي طب الحضري. المتحدث اعطى ايه شيقة? عن النقل في المدن. طبعا اكيد هو متحدث فعطانا اللي هو عرضا تقديميا. زي دينت ليف هم ماتش نوع. بقول لك بص هما لم يعطوناه خيارات مختلفة. قالوا لي ام تدفع يا ام من موتك. يبقى يعني اختيار. طبعا مجتمع الجمعية اللي هي الرؤية. رؤية المدرسة وكده. لو انت محتاج اي مساعدة يعني ايه يعني اشعر بحريتك يعني خد راحتك. انطلق. انطلق واتصل بيه في اي وقت. يعني خد راحتك. طبعا تدفق يعني يعني يملأ وفلي دي معناها يهرب اخت اسكيب. اللي معناها هيهرب برضو. ما فيش دولة تقدر تحرمنا من نصبنا في مياه النيل. يعني نصيب او حصة. يعني هي اسم نون. قلناها في اول الفيديو خالص. طيب يعني لا تشارك كده بقى تفاعل. استخدم الكابل ده. استخدم الكابل ده عشان توصل يبقى كان صريح يعني يهجم. والسولت اللي هو هجوم. تمام? فانت استخدم الكابل ده عشان توصل يعني يوصل منها اللي هو معناها التوصيل او معناها مرفق. لم اقول لك مسلا بعت لي صورتك يعني كمرفق. الطلاب بدأوا يعملوا ملاحظات. يسجل ملاحظات دي احنا اخدناها قبل كده مرة واتنوية تلاتة قلنا يسجل ملاحظات او برضو واحدة من دول هتبقى صح. انت في الجملة قلتلي بقى يا سيدي الاطفال زي سجلوا ملاحظات عن بينما كان مدرس يشرح. يسجل ملاحظات اسمها ميك نوت. انت ممكن ترفق اية ايه في الايميل? اكيد اية مستندات. اللي هي. طبعا فضيلة اللي هي الرزيلة يعني تطبيق. طيب. وي وير نوعات تو سي سموك بورن. بورن. اوت اوف ذروف. احنا كنا ايه لما شفنا النار طلع من السقف البيت? اكيد كنا مصدومين شوكد. شوكد يعني مصدوم. ده معناها ان زا سموك ان الدخان. يعني الدخان كان صادماً لنا. احنا عارفين ان ما فيش اي حلول ايه للتغلب على مشكلة اه المشكلة من وجهها. يعني فوري او عاجل. يعني تفاعلي وبين الافراد. يعني فني. يعني افتراضي. احنا مؤمنين تماماً ان ما فيش اي حلول عاجلة للمشكلة او فورية يبقى اي نستمت. طيب اللي بعد كده. مش قادرة اتكلم. زا مايكروفون الميكروفون صامت. الكلمة اللي بتسوي كلمة ميوت ميوت هنا معناها صامت. يعني هي كده عبارة عن صفة. طب لو دي يعني عالي. يعني صامت. كده بتسويها. معناها كسير الكلام. دي تواصلي. يبقى انت كده قلتلي الميكروفون صامت. يعني اعمل ابرز يعني. الكلمات المهمة. يعني ابرز او اظهر. الكلمات المهمة السنانم بتاع كلمة يعني يبرز يعني يزهر يعني يوضح. حلو. تعالي شو بقى. تعالي مش بالترتيب كده. دي من شكلها كده يعني قليل. طب معناها يقلل من شأن. يقلل من يعني. يعني 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 يزين او يضيق. الراجل بقول لك انا يعني زين هالي يبقى اللي بنيت. طيب بتشتغل بشكل آآ فعال. كلمة معناها بفاعلية. تعالي ترجم ده اربع كلمات برضو. بفاعلية. هو عايز عكس. دي بتسويها. دي بتسويها برضو بشكل مثمر. معناها بشكل فقير. يبقى بشكل سيء. طب معناها باقتدار او بشكل ملائم. مش معنا خالص. عايز كلمة اخرى بتسوي كلمة الواقعية التأكيد وريالة الواقعية برضو. بقول لك تأكد ان الميكروفون مش صامت. كلمة صامت. هنا الصامت عكسه العالي الصوت يبقى العود. دي بتسويها كويت يعني هادئ و مكتوم الكلام يعني او عايز عن الكلام دي كده بسويها. طيب كان في انخفاض في المبيعات. كلمة يعني انخفاض. بتسوي اللي هو التدهور. يعني ارتفاع يعني زيادة يبقى اكيد هي دي. ده هيكون اجتماع افتراضي. كلمة افتراضي. عكس افتراضي حقيقي او واقعي. حقيقي معناها مفترض معناها مفترض برضو. اونلاين معناها اونلاين على عبر الانترنت. افتراضي برضو. ليس هناك علاجا فوريا او سريعا لهذه الحالة. كلمة يعني فوري. بقى تسوي كلمة من غير ما ننزل كده. السلم بتاعها يعني سابق وباس تاني سابق. زي ماشين. ركب الالة. هنا معناها يركب الالة. زفقا للتعليمات. الكمة هنا بتسوي مين. المفروض كتبقى عشان يبقى السياق معنا كده. مفروض كتبقى بس طبعا هي السلم الموحيد في الاختيارات اكيد. لابد ان نجد طرقا. للبقاء ايه مع بعضنا البعض معناها على اتصال ببعضنا البعض. اه معناها يمسك الانفصال معناها عزلة. هل ممكن تفكر لنا في حل المشكلة? ايه الكفء يعني? لابد ان احنا نرقيه عشان نحفزه ان نشتغل اكبر. يبقى الموظف البطالة التوظيف ومعناها وظيفة ده صاحب العمل وما كان عمل. المعلم اعطانا بعض الايه الخاصة بمذاكرة اكيد معناها نصائح. وهنا قولنا قبل كده مرة ان عندك كلمة نصيحة. ممكن نجيب قبلها ايه عشان دي اسم معدود. دي بتساوي كلمة اللي معناها برضو نصيحة بس دي اسم لا يعد لكن زي ما انت شايف كده اسم يعد كلمة طيب بعض الناس عندهم مشاكل اثناء نقط. والله انت قلت لي اسم جامعة اصلا فانا هنا عايز جامعة برضو يبقى يعني بعض الناس عندهم مشاكل بينما هم يزاكرون لا تستسلم لا تتخلى عني يبقى او ان انت عارفها اه كل دول معناها ما يستسلم. وبرضو عندك كلمة اللي ضفناها في الوحدة في المنهج في الكتاب ده كلمة يا استسلم. المعلم الجيد ابدا لايه استراتيجية واحدة لا يتبنى استراتيجية واحدة يبقى يتبنى. كلمة هنا ممكن ان يستخدم مكانها اللي عندنا في المنهج برضو. انا مطلعتش برة البيت لاني كان عندي فترة كده اني الحق يعني وساير. طيب اه على فكرة ممكن ناخد اب لو ما فيش مفعول بعدها. بص يا باشا. دي عندك فكرتها كالتالي. عندك دي سايد تو والفعل في المصدر. ودي معناها يقرر ان. بمعنى يحدد او يختار. فانت انا بتقول ايه الموبايل اللي انت دي سايد اون اللي انت اخترته يا سيدي. لو انت عايز تتذكر لمتاح الرياضة. اعمل قائمة. اعمل قائمة اسمها معناها يقوم باعداد قائمة. كده خلصنا جزئية الكلمات. ودي الجزئية الاولى في الفيديو ده. احنا حاولنا على قد ما قدر نبش بالراحة. فكرت وانا شغال ذهني مشغول بالموضوع ده من ساعتها. ان احنا نعمل الاتي. ان شاء الله بعالمين عشان نعرف ان في ناس كتير او مستعجلة وعايز تخلص من الكتاب بسرعة. ان شاء الله محتوى. محتوى شهر. محتوى عشان يبقى الكلام مكتوب. محتوى شهر اربعة وشهر خمسة. هخلصهم خلال شهر اربعة. طبعا هدفع حضرتك اشتراك للمحتوى شهر اربعة وخمسة اكيد يعني. لان ده موجود مضاعف يعني. طيب انت حضرتك عايز محتوى شهر اربعة بس. هيكون في ايه محتوى شهر اربعة? محتوى شهر خمسة بس. هيكون في ايه شهر خمسة? محتوى شهر اربعة وخمسة. لأنت هتشترك لاتنين يعني. باقي الكتاب. باقي الكتاب كاملا. وهنخلص كله خلال او هنخلص كله خلينا اكتب لك هنا كده. عشان يبقى كلامنا متفق عليه بالورقة والقلم كده. قبل يوم آآ خمسة خمسة. قدي نفس خمسة تيام كده راح يعني. يبقى انا ان شاء الله شهر اربعة وشهر خمسة يعني باقي الكتاب كله هخلص قبل يوم خمسة خمسة. فلو حضرتك حيب تدخل في المحتوى ده فهتدفع سيادتك ميتين وعشرين جنيه. طبعا ده رقم واحد. طب سيادتك لو انت عايز تدخل محتوى شهر اربعة لوحده وشهر خمسة لوحده فهتدفع الهنا المية وعشرين ويدفع هنا برضو المية وعشرين. المية وعشرين اللي هما محتوى شهر ربعة هيكون ايه? ده وفقا للجدول اللي انا هنزله لك بس لما خلص الاول حاصل اللي عندي يبقى سيادتك كده لو عايز تخلص بقي الكتاب كله فهتدفع ميتين وعشرين لو عايز تحول مرة واحدة. او عايز تدفع مية وعشرين بمية وعشرين لكن الكتاب لسه في كتير قوي قوي في الكتاب ولسه محتاج شغل جامد جدا. واحنا مش هينفع نفابريك عايزين ننجز. ايوة ولكن ننجز باتقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.